اشتركوا في القناة اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة لها على انخفاض ايضا بلغ ستة سنتات ليصل الى خمسة وسبعين دولارا وثمانية عشر سنتا الانه سجل ايضا مكاسب اسبوعية بلغت دولارا وثمانية وعشرين سنتا اذا اغلق خام بلينت على انخفاض بمقدار ثمانية وعشرين سنتا ليصل الى خمسة وسبعين دولارا وثمانية وخمسين سنتا سجل مكاسب اسبوعية بلغت دولارا وواحدا واربعين سنتا او ما يعادل واحد فاصل تسعة بالمئة واغلق خام غرب تكساس الوسط الامريكي على انخفاض ايضا بمقدار واحدا وثلاثين سنتا ليصل الى واحدا وسبعين دولارا وخمسة وخمسين سنتا للبرميل الواحد سجل مكاسب اسبوعية بلغت دولارا وواحدا وخمسين سنتا اكد وزير النفط في العراق حيان عبدالغني ونظيره الروسي نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي اركسندر نوباكا التزام بغداد وموسكو باتفاق اوبك بلس وبخفض الانتاج الطوعي للنفط الى نهاية عام 2023 هذا واكد الجانبان على اهمية العمل الجماعي للدول المنتجة للنفط اوبك بلس بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار اسواق النفط العالمية وكانت اوبك بلس قد اعلنت الشهر الماضي عن تخفيض جديدا في الانتاج اعتبارا من الشهر الجاري بهدف دعم الاسواق النفطية في العالم اكد قنصل العام التركي في البصرة والمحافظات الجنوبية ان حجم التبادل بين بلاده والعراق تجاوز 20 مليار دولار هذا وقال القنصلات التركية ان هناك 14 مليار دولار عبارة عن تجارة مباشرة بين تركيا ومحافظات كردستان العراق واضف ان الشركات التركية العاملة في العراق متعددة ومتنوعة بين تجارة الاثاث وصناعات المطابق الالبسة والمواد الانشائية واكد ان الشركات التركية المتخصصة في مجال الاعمار والبنى التحتية تعمل بصورة واضحة داخل البصرة والمحافظات الجنوبية قال وزير النقل التركي عدل كرا إسماعيل أغلو ان بلاده توفر مليار لتر من الوقود سنويا بفضل الطرقات التي شقتها الحكومة خلال العقدين الأخيرين اكد الوزير التركي ان حكومة بلاده انشأت 29 ألف كيلو متر من الطرقات المقسمة وان طول الانفاق بلغ 720 كيلو مترا بعدما كان 50 كيلو مترا فقط في عام 2002 ولفت الوزير الى ان مدينة اسطنبول اصبحت من البدن المهمة تحت رئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفضل الكثير من مشاريع البناء التحتية كمطار اسطنبول وجسر السلطان يو السليم ومترو مرمراي ونفق أوراسيا قال الاتحاد الدولي للمنظمات الخيرية او ما يعرف منظمة اوكسفام ما ان دول مجموعة السبع مدينة للبلدان الفقيرة ب13 تريليون دولار في اشارة منها للديون التي كانت ستتحملها الدول الغنية تجاه البلدان الفقيرة اوضحت اوكسفام ان دول مجموعة سبع فاشلت في الوفاء بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2025 لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع تغيير المناخ تشير تقديرات المنظمة الى ان هناك حاجة الى اكثر من 27 تريليون دولار اضافية حتى عام 2030 لسد فجوات التمويل والآن هذه الانتقال السريعة مشاهدين الكرام الى اسعار صرف العملات الاجنبية واسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجز الاقتصادي بامان الله اشتركوا في القناة